بسم الله الرحمن الرحيم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته درجة جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث المتوسط وما زلنا في موضوع المستقيمات المتوازية والمتعامدة وتحدثنا في الدرس السابق عن الشرط الأساسي الواجب تحققه لإثبات أن المستقيمين متوازيان قلنا يجب أن يتساوى ميلهما وتم استبعاد أمر خاص جدا إذا كان المستقيمين عموديين فهذا قلنا أنه في بحث آخر قادم إن شاء الله وتحدثنا عن مثالين المثال الأول استطعنا إثبات أن شكل رباعي معين أنه متوازي أضلع وقلنا بأن الشكل الرباعي يكون متوازي أضلع إذا كان فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين وتم إثبات التوازي عن طريق قانون الميل وأيضا تحدثنا في الدرس الماضي عن أن النقاط الثلاثة يمكن برهنتها على أنها على استقامة واحدة إذا كان لكل نقطتين منهم لهم نفس الميل وتركنا أحد الأسئلة واجب عليكم وتابعوا حل هذا السؤال لتتحققوا من صحة حلكم للسؤال إذن أعزائي بيّن أن أو هل أن النقاط صفر سالب سبعة واحد سالب واحد اثنين ثلاثة تقع على استقامة واحدة بيّن ذلك لإثبات أن أي ثلاثة نقاط على استقامة واحدة يجب أن يكون لكل نقطتين منها نفس الميل صيغة السؤال إن كانت بالصورة التالية اثبت أن النقاط أي بي سي على استقامة واحدة يعني لازم تطلع على استقامة واحدة لازم لكن من يقول لك هل أن النقاط على استقامة واحدة إذن هل في اللغة العربية هي جملة استفهامية تحتمل الجواب بنعم أو كلا ولكن هنا يقول لي بيّن ذلك سوف يتم تبيان ذلك من خلال إحدى الطرق وطريقتنا لهذا اليوم هو استخدام قانون الميل إذن أعزائي لنذهب لرسم هذه النقاط الثلاثة لتبيان فحوى السؤال الأي صفر سالب سبعة إذن هذه نقطة أي اللي هي صفر سالب سبعة تقع على محور الصادات السالب واحد سالب واحد ستكون بهذه الصورة وعندي النقطة اثنين ثلاثة بهذه الصورة عندما نصل بين نقطتين منها بي خط مستقيم تلاحظ بأن هذا المستقيم لا يمر بالنقطة بي وإذا أردنا رسم مستقيم يمر بالبي والسي فلابد أنه لا يمر بالأي إذن استطعنا إثبات ذلك هندسيا ولكن هنا سوف يتم إثبات ذلك باستخدام قانون الميل حسا بعض الطلاب يقول لي أنا أقدر أتبته هندسيا بابا أنتو هنا ما عدكم ورقة بيانية حتى تقدر ترسم بشكل دقيق جدا ده شوف النقطة به كلش قريبة من المستقيم يعني إذا كان الرسم افتراضي ربما تخدع بأن النقاط كلها على استقامة واحدة إذن الرسم للتوضيح فقط وسيتم إثبات ذلك عن طريق الميل إذن إش رح أسوي هسه عندك ثلاث نقاط ممكن أحسب ميل الأي بي وممكن أحسب ميل البي سي وممكن أحسب ميل الأي سي إذن ثلاث ميول أقدر أستخرجها تختار لي ثمين من عدهم بكيفك إذا طلعوا ذول الثنيا مساوين أقول نعم ذول على استقامة واحدة لا إذا طلعوا ما مساوين بأن النقاط ليست على استقامة واحدة إذن لنذهب إلى الأي بي من جهة والبي سي من جهة أخرى الميل قانون الميل تعلمنا سابقا بأنه فرق الواي على فرق الأكس يعني واي تو ناقص واي وان على أكس تو ناقص أكس وان سالب واحد ناقص سالب سبعة من أقول سالب واحد ناقص سالب سبعة يعني معناها سالب واحد زائل سبعة اللي رح يزر ستة زائل سبعة عفواً رح يكون ستة ومن أقول واحد ناقص صفر هذا رح يكون واحد إذن الجواب رح يكون ستة على واحد ستة إذن ميل الأي بي يساوي ستة الآن سوف نحسب ميل البي سي هل تتوقع بأن الناتس سيكون ستة من خلال الرسم وقلنا بأن البي نقطة بي لا تمر بهذا المستقيم إذن أكيد ما رح يطلع ستة رح يطلع جواب آخر خلينا نتحقق من هذا الجواب إذن رح يصير ثلاثة ناقص سالب واحد يعني رح يصير أربعة اثنين ناقص واحد اللي هو واحد إذن الجواب رح يكون أربعة على واحد اللي هو أربعة إذن بما إن ميل الأي بي لا يساوي ميل البي سي إذن معناها النقاط أي بي سي لا تقع على استقامة واحدة أعزائي يمكن أن يكون صيغة السؤال السابق مختلفة قليلا يقول لك اثبت بأن النقاط أي بي سي هي رؤوس مثلث إذن أي ثلاث نقاط ربما تكون رؤوس مثلث وربما تكون على استقامة واحدة إذا كان الميل مالتهم متساوي كل نقطتين فيها لها نفس الميل إذن أكيد على استقامة واحدة إذا مو لها نفس الميل فهي ليست على استقامة واحدة يعني معناها شنو؟ يعني أنها تمثل رؤوس مثلث إذن ممكن أن تكون صيغة السؤال مختلفة قليلا اثبت أن النقاط الأي هي صفر سالب واحد البي أربعة اثنيا السي ثمانية خمسة تقع على استقامة واحدة إذن أريد منك بدون أن ترسم احسب لي ميل الأي بي مرة احسب لي ميل البي سي مرة و احسب لي ميل الاي سي مرة ثالثة راح تقول مو قلتين بس اثنيا ولا يهمك لا تحسب ثلاث ميول انت عندك ميل الأي بي بإمكانك أن تحسبه عندك ميل البي سي أيضا بإمكانك تحسبه و عندك ميل الاي سي اختار لاثنين من عدهم باللي عجبك أكيد هنا راح يطلعون مساوين ليش لأن أنا دا أقول لك اثبت أن النقاط على استقامة واحدة سؤال آخر أعزائي سوف نستفيد من فكرة الميل لإثبات شرط التوازي في نمط آخر من الأسئلة لنلاحظ جد معادلة المستقيم شبيه هذا المستقيم المار بالنقطة خمسة ثلاثة وبعد والموازي للمستقيم المار بالنقطة أربعة خمسة واثنين سالب ثلاثة جد شنو جد معادلة المستقيم تعلمت في مناسبة سابقة بأن معادلة المستقيم المار بالنقطة أكس واحد واي واحد أكس وان واي وان وميله معلوم قانون معادلة المستقيم هو واي ناقص واي وان يساوي الميل في أكس ناقص أكس وان إذن هذا القانون درست فيه مناسبة سابقة جد معادلة المستقيم المار بالنقطة خمسة ثلاثة يعني معناها الأكس وان واي وان عندك بعد اشتحتاج تحتاج ميل معجب يقول لك ميله يساوي أربعة مثلا لو قايل لك ميله يساوي أربعة مباشرة أكتب قانون معادلة المستقيم وأعود تعويض مباشر ولكن يقول لك والموازي للمستقيم المار بالنقطة ثلاثة إذن خلي نتابع عنوياك الرسم إذن هذا المستوي الإحداث يا عزائي خلي أأشر النقطين أربعة خمسة واثنين سالب ثلاثة إذن أربعة خمسة هنا واثنين سالب ثلاثة هنا زيان لاحظ ما الذي سيكون من أريد أوصل بين هذين النقطتين إذن صار عندي المستقيم أي بي تقدر تحسب ميل هذا المستقيم إيه تقدر شنو قانون ميل المستقيم هو Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 شنو قانون ميل المستقيم هسا شنو قانون ميل المستقيم عندي النقطة الأخرى اللي هي خمسة ثلاثة إذن هذه النقطة خمسة ثلاثة هذا مستقيم يمر بالنقطة خمسة ثلاثة المستقيم باللون الأخضر يوازي المستقيم الآخر إذا توازى مستقيميا تساوى ميلهما إذن المطلوب من عندي شنو؟ أنا أريد أحسب معادلة المستقيم الأخضر معادلة المستقيم شنو قانونها؟ Y ناقص Y1 يساوي الميل في X ناقص X1 X1 Y1 موجود عندي لكن ميل المستقيم الأخضر ما عندي بس شناطيني بالسؤال؟ ناطيني مستقيم يمر بنقطة وده يقول لي هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم ولأن المستقيمات المتوازية لها نفس الميل إذن رح أجي أحسب ميل هذا المستقيم إذن قد رح يطلع الجواب هو نفس ميل المستقيم الأخضر رح يصير عندي ميل وعندي نقطة أقدر هنا أستخرج معادلة المستقيم إذن لاحظوا أعزائي كيف يتم ربط المواضيع معا موضوع سابق مع موضوع حالي إذن أروح على النقطين أيوبي أستخرج قانون الميل اللي هو Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 سالب 3 ناقص 5 على 2 ناقص 4 الأمر سهل جدا سالب 3 ناقص 5 رح يصير سالب 8 واثنين ناقص 4 رح يكون سالب 2 إذن سالب على سالب موجة بثمانية على 2 هو 4 فإذا كان ميل الأي بي يساوي أربعة اشتتوقع ميل المستقيم المار بالنقطة C اللي خلي أسمي L1 مثلا خلي أسمي L أكيد أيضاً رح يساوي أربعة إذن هنا ليكن L أفرض من يمي أطيفت اسم معين إلا L لا مؤلف كيفك؟ ليكن L مستقيم يمر بالنقطة خمسة ثلاثة ويوازي المستقيم A-B بما أن A-B يوازي المستقيم L لأن هو دا يقول لي بالسؤال فلابد أن ميل المستقيم L يساوي أربعة وهو يمر بالنقطة خمسة ثلاثة إذن رح أجي أستفيد من المعلومة السابقة Y-Y1 يساوي الميل في X-X1 يعني معناها رح أقول Y-3 يساوي الميل في X-5 إذن هذه النقطة هذه تمثل X-Y1 إذن مباشرة تعويض مباشر الأربعة رح تنظره بمرة بالأول مرة بالثاني أربعة X ناقص عشرين إذن هس هنا تريد تبسط لي معادلة المستقيم بأبسط صورة تريد تجعل هذه المعادلة مصفرة لكذلك يعني شنو؟ تريد تقول لي الجواب هو Y ناقص أربعة X إذن اضيف النظير الجمعي للطرفين رح يصير هنا موجب عشرين يعني معناها زائد 17 يساوي صفر نعم الإجابة صحيحة طالب آخر يقول لا أنا أريد هذا أبقي موجب ولا يهمك يعني رح يصير عندي أربعة X ال-Y أضيف نظير الجمعي رح يصير ناقص Y سالب ثلاثة أضيف نظيرها الجمعي رح يصير ناقص 17 يساوي صفر لكذلك طالب آخر يقول لا أنا يعجبني أكتب معادلة المستقيم Y تساوي إذن أتخلص من الثلاثة أضيف النظير الجمعي إلى الطرفين إذن معناها رح يكون Y تساوي أربعة X ناقص سبوط عشر إذن هذه معادلة المستقيم L وإن شاء الله فكرة السؤال واضحة أعزائي نذهب إلى أحد الأسئلة الواجب جد معادلة المستقيم المار بالنقطة واحد سالب واحد بنفس الفكرة تماما هس هنا بعض الطلاب يقول لي أنا من أسمعت الشرح افتهمت أقول لي أوكي جيد جدا ولكن الرياضيات أعزائي فهم زائد ممارسة أنت الشرح سمعت من عندي احتمال شبير افتهمته بشكل كبير جدا ولكن ما أقدر أضمن أنت تقدر تكتبه إذا صار تغيير بالأرقام إلا إذا قدرت تحصن نفسك عن طريق الكتابة إذن الرياضيات لا يقرأ شفهي الرياضيات ليس استماع فقط بل هو فهم زائد ممارسة شلون تعرف أنت السؤال السابق فهمت لو حفظت إذا إذا إجاك نص يجوز تقدر تجاوب لكن إذا غير للنقطة تعرف تجاوب لو ما تعرف اختبر نفسك إذن هنا جد معادلة المستقيم المار بالنقطة واحد سالب واحد اللي هي تشبه النقطة خمسة ثلاثة وبعد والموازي للمستقيم المار بالنقطتين ثلاثة سالب ثلاثة ستة صفر رح تقول لي أقدر أحل هذا السؤال بدون أن أرسم أقول لك ما يخالف ولكن بشرط أن تعرف إذا أكو مستقيم يمر بالنقطة واحد سالب واحد مستقيم لا على التعيين خلي يعتبر هي شي أكو مستقيم آخر يمر بالنقطة ستة صفر وثلاثة سالب ثلاثة الثلاثة الضبط وين صير ما يهمني ولكن بصورة عامة أكو فد مستقيم متوازين هذه معلومة وأريد مستقيم يمر بهذه النقطة هنا تجي تحسب لي الميل من خلال هذه النقطة ولا بأس بأن كل وحدة تطيها اسم وتقول لي ميل المستقيم المار بهاتين النقطة هو نفس ميل المستقيم المار بالنقطة واحد سالب واحد عندك الميل معلوم عندك النقطة معلومة تجي تكتب قانون معادلة المستقيم وحظا موفقا للحصول على هذا الجواب أعزائي السؤال الآخر من ضمن اختبارات الفصل جد معادلة المستقيم المار بالنقطة صفر ثلاثة والموازي للمستقيم الذي ميله سالب اثنين على ثلاثة لعل هذا السؤال عفوا لعل هذا السؤال أسهل نوعا ما من السؤال السابق ليش لأن السؤال السابق كان عندي نقطين ومن خلال هذه النقطين استخرجت الميل لكن في هذا السؤال الميل معلوم يعني شنو معناها اكو مستقيم يمر بالنقطة صفر ثلاثة وين صير الصفر ثلاثة اذا الصفر ثلاثة صير على محور الصادات المستقيم بهذه الصورة ربما زين اذا اريد احسب معادل تشحتاج احتاج ميل ونقطة النقطة معلومة الميل شلون استخرج يقول لك والموازي للمستقيم الذي ميله يساوي سالب ثلاثة في السالب الثنين على ثلاثة يعني بدون ان ترسم تقول لي هنا المستقيم الذي ميله سالب الثنين على ثلاثة خلي الذي يطلب ايجاد معادل تخلي اعتبر الثو بما ان ميل الثل يساوي سالب ثلاثة ويقول للمستقيم المتوازين اذا لابد ان ميل الثل ايضا سالب ثلاثة لنذهب بما ان المستقيم متوازيان فان ميليهما متساويان اذا هنا y ناقص y وان يساوي الميل في x ناقص x وان الميل مال مستقيم المطلوب هو سالب ثلاثة لان يقول المستقيم متوازين عندي نقطة وعندي ميل اذا y ناقص y وان يساوي الميل في x ناقص x وان x ناقص صفر هذا x اذا بإمكانك بأن الصفر المعادلة منها صح تريد اضيف النظير الجمعي للطرفين صح تريد تضرب المعادلة في 3 على موت تتخلص من المقامات ايضا صح اذا اذا هنا خلي اضرب المعادلة كلها في 3 رح يصير 3 y ناقص 9 تساوي سالة 200 x تريد تجعل 3 y تساوي الضيف النظير الجمعي للطرفين انتهى السؤال تريد تقسم على 3 بكيفك اذا هنا انتهى حل هذا السؤال اذا رح تقول لي شنو التغيير اللي ممكن يكون بالامتحان المار بالنقطة صفر ثلاثة والموازي للمستقيم الذي ميله يساوي 2 مثلا ممكن جدا اذا ما يعتبر السؤال خارجي يحل بنفس الاسلوب تماما اذا هنا رح تقول لي الميل بما ان المستقيم متوازيان فتساوى ميلهما فاذا قل لك الميل تساوي 2 هنا تكتب 2 وهنا تكتب 2 وايضا رح يكون بنفس الاسلوب اذا السؤال الاخر اعزائي السؤال يتحدث ال ال عبارة عن مستقيم وال ال مستقيم ثاني وال ال ال مستقيم ثالث يقول لك اي من المستقيمات ذني متوازية ولماذا اذا بتلاثتهم رح اجي استخرج الميل اذا اثنين من عدهم طلعوا متوازين يعني من اللي طلعون نفس الميل اقول ذول متوازين اللي مو نفس الميل اقول ذول غير متوازين اذا معناها مباشرة لنبدأ بالحل بالمقارنة مع معادلة المستقيم عن طريق هنا مفهومي الميل والمقطع في مناسبة سابقة اذا امكنك كتابة معادلة مستقيم بهذه الصورة واي تساوي فان معامل الاكس هذا يسمى الميل وهذا يسمى المقطع الصادي اذا كلها اجعلها بهذه الصورة اذا في بادئ الامر ال من خلال من خلال المقارنة مع قانون الميل والمقطع الصادي واضح جدا بان ميله سالب 5 على 3 وقيمة المقطع الصادي هي 4 ومن خلال ال 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 واضح جدا بان ميله 5 على 3 والمقطع الصادي يساوي 4 اذا برأيك هل ان ال 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 يوازي ال 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 تقول لي لا اكو اختلاف بالاشارة الخمسة على 3 لا يساوي سالب 5 على 3 خلي استخرج هنا ال 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 من خلال المقارنة بقانون مفهومي الميل والمقطع الصادي اذا تبين ان الميل هو سالب 5 على 3 والمقطع الصادي هو سالب 4 اذا برأيك اي من هذه المستقيمات الثلاثة متوازية اذا ما يهمني المقطع الصادي في حالة التوازي يهمني تساوي الميل اذا ميل ال 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 يساوي ميل ال 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 اذا واضح جدا بان ال 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 في هذا السؤال لان لهما نفس الميل وانتهى على هذا السؤال الفكرة الأخرى اعزائي التي سوف نتعرف عنها قليلا وسوف نفصلها في الدرس القادم بعد أن تحدثنا عن توازي المستقيمات وقلنا أن المستقيمان وقلنا أن المستقيمين متوازيان إذا تساوى ميلهما كيف يتم إثبات أن المستقيمين متعامدان انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله لبيان ذلك مفصلا في أمان الله موسيقى 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 موسيقى